سيطرت قوات الشرعية اليمنية على مواقع جديدة في محافظة الجوف ما يؤدي إلى التحام جبهتي الجوف وصعدة وفي سياق متصل أعلن قائد محور مدينة بيحان بمحافظة شبوة تحرير الجيش والمقاومة للمدينة من قبضة الحوثيين بمساعدة دعم التحالف الجوي وأكد مقتل أربعة عناصر من القوات الشرعية وخمسة عشر من ميليشيات الحوثي وأسرى ثلاثة وأربعين آخرين